ثاني اكبر مصنع للهواتف المحمولة شركة كانت رائدة في مجال الاتصالات وسقوط مدوي من القمة الى القاع انها شركة نوكيا شركة نوكيا هي شركة اتصالات وتكنولوجيا فنلندية متعددة الجنسيات يقع مقر شركة نوكيا في مدينة اسبو بدولة فنلندا في اقصى شمال اوروبا في عام 1865 تأسست شركة نوكيا على يد مهندس التعدين فريدريك ايدستام في البداية بدأت الشركة كمضحنة للب الاشجار فقد اقتصر نشاط الشركة على صناعة الورق والخشب في عام 1871 قام ايدستام وبمساعدة صديقه ليو ميشيلين بتحويل الشركة الى شركة مساهمة وتم تسميتها باسم نوكيا اي اسمها الحالي في عام 1896 ومع تقاعد ايدستان تحول نشاط الشركة على يد صديقه الى مجال توليد الكهرباء حتى عام 1910 ظلت شركة نوكيا تعمل في هذا المجال ولكن مع تراجع ارباحها وتعرضها للإفلاس اقتصر العمل بها على مجال الكابلات الكهربائية فقط في عام 1945 ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطور اعمال الشركة تمكنت من الدخول في المجال التكنولوجي والتقنية حيث تمكنت الشركة لاحقا من صناعة حاسب آلية ثم اتجهت بعد ذلك الى تصنيع اجهزة الاتصالات في عام 1981 تمكنت الشركة من انتاج اول هاتف محمول في العالم ولكن جاءت امكانياته بشكل محدود بعد هذا العام بدأت رحلة الشركة في تصنيع الكثير من الهواتف المحمولة المتميزة والقادرة على المنافسة في عام 1992 نجحت الشركة في تصنيع جهاز محمول قادر على الاتصال بواسطة الاقمار الصناعية في عام 1994 تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات عالية وصلت الى 20 مليون دولار تمكنت الشركة في عام 1998 من اخذ حصة تابعة لها في السوق وصلت الى 10% بعدما تخطت مبيعاتها 4 ملايين و370 الف هاتف محمول انذاك اصبحت الشركة علامة فارقة وبارزة في مجال الاتصالات حيث امتلكت اجهزة اتصالات قادرة وبقوة على المنافسة داخل عدد كبير من البلدان ابرزها الولايات المتحدة الامريكية لم تكتفي شركة نوكيا فقط بتصنيع الهواتف المحمولة بل انتقلت ايضا الى تصنيع صناديق الاستقبال الرقمية DSL Modems كما عملت نوكيا ايضا على تصنيع شاشات عرض عالية الجودة بتقنية CRT وTFT LCD للحواسيب الشخصية وتطبيقات الانظمة الكبيرة لكن في عام 2000 تم بيع الجزء الخاص بتصنيع شاشات العرض والحواسيب الى شركة فيوسونيك في عام 2007 حدثت سقطة بارزة لشركة نوكيا وهي استرجاع الشركة الاكبر لكمية من الهواتف انذاك ارجعت الشركة سبب ذلك لوجود اعطال في بطاريات ما يقرب من 46 مليون هاتف من اصل 250 مليون هاتف تم بيعه كانت هذه السقطة هي البداية لانهيار الشركة رغم هذا ظلت شركة نوكيا حتى عام 2012 كاكبر بائع للهواتف المحمولة حول العالم ولكن مع حلول عام 2013 بدأت شركة نوكيا رحلة الانهيار والسقوط الفعلية وذلك بعد دخول مجموعة من الشركات المتقدمة كشركة أبل الامريكية وتصنيعها لهاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل اي او اس الى جانب انخفاض الكفاءة التقنية لدى اغلب موظف الشركة وغياب الابتكار التصنيعي الذي افقد الشركة ميزة المنافسة مع الشركات الاخرى وعلى الرغم من سقوط شركة نوكيا الا انها كانت لسنوات طويلة مواكبة لاجيال كاملة في عام 2016 قامت شركة مايكروسوفت بشراء جميع اسهم شركة نوكيا مع حلول عام 2017 تحولت ملكية شركة نوكيا الى شركة اتش ام دي الفنلندية وهي شركة معيدة لاطلاق الهواتف الذكية بنظام الاندرويد في كانون الثاني يناير من نفس العام تم تصنيع هاتف نوكيا 6 والذي يعتبر اول هاتف تطلقه الشركة بعد هذا الهاتف ظهرت سلسلة جديدة من هواتف نوكيا مثل نوكيا 5 ونوكيا 3 ونوكيا 3310 المحدث والمطور ونوكيا 8 ونوكيا 7 واخيرا نوكيا 2 حتى وقتنا الحالي ما زالت شركة نوكيا قائمة ولكنها لم تعد كما كانت في السابق ولا يزال طريق امامها طويل حتى تعود الى مضمار السباق من جديد